أعزائي المشاهدين منواصل دراستنا من رسالة بولوس الرسول إلى أهل أفسوس وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن عطايا النعمة أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك أنا موجود في جزيرة بطموس هذه الجزيرة مثل ما شايفين المحجرة الحجرية لكنها أيضا أصبحت سياحية بسبب مكانها ومكانتها في الكتاب المقدس يحنى الرسول جاء إلى هذه البلدة ومن هنا كتب سفر الرؤية وأيضا تواصل مع كنائس آسيا الصغرى ومنها أفسوس رح أتكلم أكتر عن هذا الموضوع لكن بشجعك مرة تانية أنك تتواصل إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار سأعود بعد هذا الفاصل القصير منواصل حديثنا في هذه الدراسة عن عطايا النعمة مثل ما ذكرت أنا موجود في جزيرة بطموس الجزيرة المقدسة التي تعتبر قدس أوروبا أو من أقدس الأماكن لأنه بكل بساطة الرب يسوع زار الرسول يحنى في هذه الجزيرة هذه الجزيرة في أيام الرومان كانت عبارة عن منفى للسجناء والأسرة في أيام الإمبراطور دومشيان في منطقة آسيا الصغرى كان فيه اضطهاد شرس وعنيف ضد المسيحيين الإمبراطور أمر بعبادة الإمبراطور له نفسه طبعا كان يمارسوا عبادة الإمبراطور لكن بعد الممات كانوا على روحه بيضو الشموع أو البخور لكن بالتحديد هذا الإمبراطور طلب العبادي له فهنا ابتدت الاستضام بين الكنيسة والدولة الكنيسة رفضت ومن هذا ابتدأ الاضطهاد ضد المسيحيين في آسيا الصغرى وأيضا لأسباب مادية وتجارية بسبب أنه معظم الآلهة مثل أرطميس والعرافة والسحر كلها دمرت في أيام بولوس الرسول مما تسبب في خسائر مادية فكانوا بيبحثوا عن أي سبب أنه يضطهدوا المسيحيين فطبعا يحنى يعتبر عملاق المسيحيين سبية إلى هذه الجزيرة لكن الرب استخدم يحنى من هذا المكان يكتب واحد من أجمل أصفار الكتاب المقدس وهو السفر النبوي سفر الرؤية أيضا أنا موجود على جبل عالي من هذا المكان تستطيع أن ترى تشابل صغير أو كنيسة الدير بسمه دير مارلياس أو إليا النبي واعتادت الكنائس الأرتودوكسية طبعا في اليونان 98% من الشعب هون أرتودوكسي أنه يبنوا في أعلى الأماكن تذكار وتخليد وتكريم للنبي إليا لأنه صعد حي إلى السماء فبيدوروا على أعلى مكان وبيبنوا مزار أو مقام أو كنيسة فطبعا إليا النبي يعني يكرم في هذه البلدة من هذه الجهة تستطيع أن ترى قلعة حصينة هي عبارة عن كنيسة كبيرة تكريما للقديس يحنى بناها خريستوتولوس لقديس هذه الجزيرة في سنة 1088 تكريما طبعا ليحنى لكن توجد المغارة هناك قريبة منها اللي استلم فيها الإعلانات الإلهية وكتبت بوحي من الروح القدس في سفر الرؤية عطايا النعمة هي بالواقع في سياق الحديث عن عطايا الوحدة هذه العطايا هي عطايا المسيح للكنيسة يقول الكتاب عن يسوع المسيح أنه صعد يسوع إلى العلاء فسبسبيا صعد إلى العلاء ليملأ العالم كله وأجمعه بحضور المجيد الكريم أيضا وعندما جاء أعطى المواهب المواهب للكنيسة فهو المعطي السخي لبنيان الكنيسة وطبعا لاستمرار النظام في الكنيسة ليحافظ على وحدة الكنيسة طبعا هذه العطايا الغرض منها وحدة الكنيسة تكميل القديسين مجد الله من خلال شخص يسوع المسيح طبعا في الكتاب العهد الجديد في ثلاث لوائح اللي بيتكلم بها بإسهاب عن المواهب الروحية موجودة في كورنتوس الأولى إصحاح 12 وفي رسالة بولوس الرسول إلى هيروميا إصحاح 12 هذه مواهب الروح القدس أعطاها للكنيسة مثلا في كورنتوس المواهب الخارقة لبنيان ومنفعة الكنيسة في رسالته إلى أهل روميا هذه العطايا والمواهب أيضا لفائدة الكنيسة ولتنظيم وإدارة الكنيسة أيضا أما المواهب هنا هي عطايا الوحدة عطايا يسوع المسيح وهي عطايا النعم أيضا وبيتكلم عن عدة عطايا أولا أعطى للكنيسة الرسل وهي كلمة جميلة جدا الرسول يعني المرسل من الله وعلى فكرة هون بيتكلم عن أكثر من 12 رسول اللي هم تلاميذ يسوع المسيح لأنه كان فيه تلاميذ آخرين كان مع يسوع فيه كمان 70 وكان أيضا بالعلي في مي وعشرين فمثلا برنابة كان رسول يعقوب أخو الرب كان رسول وسيلة كان رسول وبولوس الرسول أيضا كان رسول أعزائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير الشيء العاصل جيدة انقل أعطي موسيقى جيدة عميز الفطل احسس بها لمبكتون لديك رسول رسول دمين إنه موسيقى رسول x و نارغ رسول لول كان the god egg of the Flavian family Vespasian himself didn't persecute the Church neither did his famous and much-loved Son Titus Neither of them persecuted the Church but it was Titus' brother whose name was Domitian who inaugurated the Second Persecution of the Church and interestingly enough Eusebius tells us that انهيبت أنيضون الغريف في كرة الرائعة حيث فض vivت رنسل الشمس ووغل في المتابط الولاد المتابط τη دراجة الوصف مجرد إن شباب المتابط المناطية إنه هكذا يدرات المبتابط في أدراك وكراكب المتابط الذي يدرس بأور ملك وإنها كنتتهى من عُشرة، في اللدرح السريح وهادة اللحظة إلى الأسلحة. السباحة الرحلة في المدينة المنظمة، كانت لاحظة في أحد الأعلى ليلم فقط إلى المنظمة إلى الأربعاء والمنظمة، يلقى realtà بدون إلى الأرض الأربعى المنظمة لهذا التالي. وبعد ذلك ، فقد يجب أن يسلح. لم أكن متأكد أنه كان مرحباً أعتقد أنه كان مرحباً مرحباً من أجلهم وذهب إلى الألد of Patmos وإنه أخذت بكتابة وإنه أخذت بكتابة فمن هو الرسول في أيام بولس الرسول؟ بكل بساطة الرسول هو أولاً شاهد للرب قال الرسول بولس ألست أنا رسولاً؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ شيء ثاني الرسول هو شاهد لقيامة يسوع المسيح الرب المقام من بين الأموات هؤلاء الرسل وضعوا أساس الكنيسة مؤسسين الكنيسة كما يقول كتاب مبنيين على أساس الرسل والأنبياء وشيء جميل من هذا المكان من ناحية من شوف النبي إليا الذي شهد ليسوع المسيح والمبنى الآخر تستطيع أن ترى مبنى القديس أو الرسول يحنى الرسل والأنبياء على تعليم الرسل على تعليم الأنبياء والرب طبعاً أيدهم بالآيات التابعة بالمعجزات الخارقة التي أيدت الكلمة لكلمة هؤلاء الوظيفة الثانية التي الرب وضعها أو أعطاها للكنيسة هي وظيفة الأنبياء والأنبياء طبعاً النبي هو الذي يعلن كلمة الله وعادة هذه الكلمة للتحريض للبناء والتشجيع أيضاً والنبي أيضاً هو الذي يعلن إرادة الله للبشر وأحياناً في أيام رسول بولوس وظيفة النبي أنه يتنبأ بأمور آتية فوظيفة الأنبياء كانوا يتجولون من كنيسة إلى كنيسة ومن مكان إلى مكان حتى يشجعوا الكنائس أن ينموا بالنعمة وبالمعرفة ويشجعوهم بكلمة الله ويعزوهم بالمجيء الثاني ليسوع المسيح الجدير بالذكر أنه لما الاضطهاد شن ضد الكنيسة أول من عذب هؤلاء الأنبياء لأن هؤلاء الأنبياء كانوا بيتكلموا بشكل علني مش مخفي كان عندهم الجرأة والجراءة أن يشهدوا بكل أمانة فهم كانوا هدف وعندما شن العذاب والاضطهاد كانوا أول من واجهوا هذا العذاب بعد فترة طبعا الكنيسة يمكن ابتدأت تأخذ أنظمة تانية لأنه صار بعض المشاكل حول نبوة أو موهبة النبوة لكن على أي حال رب وضعها نظام في الكنيسة حتى يشجعوا ويبنوا الكنيسة أيضا الوظيفة الثالثة هم المبشرون المبشر هو العمل المرسل أن ينطلق أن يذهب إلى أماكن أخرى إلى أماكن ما وصلتها رسالة المسيح كما يقول الرسول اعمل عمل المبشر فالمرسل هو الذي يتكلم بالأخبار المفرحة الأخبار الصارة يأخذ هذه الأخبار الأخبار الصارة من مكان إلى مكان إلى أماكن طبعا ما وصلتها الرسالة والأخبار الصارة هي بكل بساطة عن فداء يسوع المسيح أنه المسيح مات من أجل خطيانة قام من الأموات حتى يبررنا ويعطينا الحياة الأبدية وهذا هو الإنجيل بشكل مختصر فهذا هو كان عمل المرسل والموهبة الرابعة الأخيرة كانت الرب وضع رعاة ومعلمين في الكنيسة فالراعي هو الذي يهتم بالقطيع وأن يحفظ بل يحافظ على الخراف وطبعا يسوع المسيح هو مثالنا فهو الراعي الصالح وهو راعي الخراف العظيم وهو الراعي النفوس أيضا كما يقول عنه الكتاب بل هو رئيس الرعاة كما قال في أحد الأيام لبوتروس ارعى خرافي وكما قال بولوس لكنيسة أفسوس محذرا القصوص أن يحترزوا للرعية التي أقامهم عليها الروح القدس فالراعي هو بكل بساطة الذي يعلم ويقسم كلمة الحق بالاستقامة فهو الذي يطعم وهو الذي يقود وهو الذي يحمي ويحافظ وهو الذي يبحث عن الخرفان الضلة وصلي أن تكون هذه العطاية بركة لكنيستك اليوم وبركة لحياتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهم ترجمة نانسي قنقر وأيضا وهو جدور وعنده ينتهي في حياتك وقم أن هناك العقور ومع أن يتعطي محذرا أين هوني لماذا أقر هؤلاء يجب 팀 السيد وصف الاضغة دونيسيس أعطب أوليس أوليس يسعد أوليس أمريكي أن يشترك عن كتنسيسي وكتبه منه رعبه وانه أريد أنه يشترك أنه يشتركوا في جديدة أنه يشتركوا في جديدة عشانية وانه يشتركوا في جديدة تباوكيات وآل تلاحيط. فما تبقى البرحلاتة للمنذارك تلقيب으로 تلقيبًا تلك الصالة أكثر أخرى. أنت كتب أصبحت عن المكان بالحناعة وسمع ما لقد أنزالك الصالة والعكريات والآن سنبقى لهم رائعًا بالفعل. حسناً أنك لا يمكن شهرات من خلال قليلة التجربية بخلال لإنهي قصة. لكنه لذلك قد يوجد اتعادلات أيضاً فيما أحضر المنظمة. أعزائي من الكنيسة من البازيلكة القديس يحنى في أفسوس القديمة في نفس المنطقة منواصل دراستنا في هذه الحلقة راح أتكلم عن رسائل يحنى الرسول هذه الرسائل على الأرجح كتبت من منطقة أفسوس في هذا المكان لتحذير المؤمنين ولتشجيعهم أيضا أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة راح تكون سبب بركة لحياتك احنا اتنقلنا في عدة أماكن في أفسوس القديمة جئنا إلى منطقة العليا أيضا هي أفسوس العليا القديمة ويقال أنه قبر يحنى الرسول موجود في هذا المكان راح أتكلم عن رسائل يحنى ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير من واصل دراستنا عن مدرسة أفسوس في هذه الحلقة الخاصة بحب أتكلم عن رسائل يحنى لأنه على الأرجح كتبها من منطقة أفسوس يحنى الرسول كتب هذه الرسالة طبعا لتشجيع المؤمنين لكن تحذيرهم من بدع الغنسيين قبل ما أبتدي بالكلام أنا موجود على أفسوس القديمة أو الأولى تسمى أفسوس العليا وبالحقيقة اكتشفوا أثارات من الفخار قديما تعود إلى أيام الحثيين القدماء حوالي 1300 سن قبل الميلاد بعدها جاء الأثنيون وسكنوا في هذه المنطقة لفترة طويلة ثم حكم اليونان اللي هي قصة منهم بسموهن الليديان وبعدها جاء الفرس واحتلوا هذه المنطقة بعد الفرس جاء الإسكندر الأكبر وحسنها وطورها ونشر الحضارة الهلينية والفلسفة اليونانية واللغة طبعا اللغة اليونانية أيضا بعد ممات انقسمت مملكته للأربع جنرالات اللي كان في حرب ونزاع بينهم على القوة في تلك المنطقة بعدها جاء الرومان وأصبحت مدينة رومانية وتغيرت العاصمة إلى أفسوس من برغاموس إلى أفسوس وأصبحت المدينة الرسمية في آسيا الصغرى أو عاصمة الرومان في آسيا الصغرى وصلت تعدادها لـ 300 ألف نسمي وطبعا كانت مدينة كبيرة مدينة تجارية مدينة سياحية ومدينة طبعا رياضية دينية كان فيها معابد كثيرة هذه المدينة إذا شايفين وراي العمدان فيه تلتين في الوادي وين احنا كنا في أفسوس القديمة لكن من الشمال كان بيجي نهر كايستر وبسبب الطين وبسبب الطمي اللي كان بينزل في نفس الوادي اللي احنا منشوفه طبعا المدينة ابتدأت تتراجع وحدثت عدة هزات أرضية في المنطقة في القرن السادس كان فيه هزة أرضية قوية جدا انهدمت واندثرت كليا طبعا كان صعب انه يرجعوا يبنوا أفسوس في نفس المنطقة وكانت في القرن السادس في هذه الفترة كان العرب عم بهددوا في كل مكان دخول الإسلام فتراجعوا من أفسوس وبنوا طبعا المستعمرة في هذا المكان احنا موجودين في الكنيسة البازيليكا للقديس يحنى هذه الكنيسة الكبيرة بنيت بنفس الوقت مع آية صفية في اسطنبول وبنيت في القرن السادس على يدي الامبراطور جستنيان تعتبر تحفي فنية من الهندسة المعمارية وأيضا يقول التقليد انه قبر يحنى موجود في هذا المكان الرسول يحنى عاش في أفسوس وفي فترة حكم الامبراطور دومشيان كان فيه اضطهاد شديد على المسيحيين لأنه كان فيه عبادة أو بدعة عبادة الامبراطور وطبعا يحنى كان يعتبر عملاق المسيحية رفضوا فسوبيا إلى جزيرة باطموس وبعد موت الامبراطور دومشيان رجع إلى نفس المنطقة يزور ويعلم في الكنائس اللي ابتدأها طبعا في رسول بولوس قبله ولكن كان تأثير يحنى تأثير قوي الرسائل بكل بساطة بيتكلم عن النور بيتكلم عن الحياة وبيتكلم عن الحق وبيتكلم عن المحبة رسالة يحنى أو رسائل يحنى تتكلم عن محبة اختبارية هو اختبرها لأنه كان يسمى ابن الرعد كان يريد أن ينزل نار من السماء على السامريين لكن عندما تغيرت حياته قال يا أولادي أو انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله فهو رسول المحبة لكن عندما يتكلم عن النور فالنور يوبخ ويفضح الظلمة وعندما يتكلم عن الحياة مقارنة بالموت وعندما يتكلم عن الحق مقارنة بالأبطيل والأضليل والبدع اللي انتشرت في أيام يحنى أعزائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل سأواصل حديثي بعد قليل ومعهم Blessكم بعدها ويقب تحقيق فيها فهي مددى الشركة فهي مددى المتدادة من هذا الاحتية وهي حول خطيانه مقرد منه يعود الذين قالوا الشرابين بالظ無قا وأنه ولكن هناك فهم لي فهم لي وانه لا نوع المعجملة أر Shopify لعد مما سفهم فجلس مكسورة وضع دائما كذلك كذلك حيث في السنة وضع السنة وما تسلمش قلت بسرورة نظ BRP ومتبقى تنمية ومتبقى مطالية يجب أن تحسين لم يكن لديه نهاية كبيرة أو صورة كبيرة عالية إنه م مجرد أن الصورة الماضية قادرة في كثير من طريقة لديه شرق مدرعًا لأجلل إجراءً الأخيرًا للغنية وإجراءً للعنية المنصفية فاين تحاول إلى إرادئة الرسول يحنى مع أنه كتب رسائل المحابة ويتكلم عن المحبة الإلهية لكن من ناحية تانية بيتكلم عن النور اللي بيفضح واللي بيوبخ كل ظلمة فأيامه ابتدأت الاضطهاد ضد المسيحيين وفي بعض المؤمنين ابتدأوا يتراجعوا أمام الاضطهاد لكن الاضطهاد الأشرس هو البدع الداخلية اللي حدثت في آسيا الصغرى ولسيما في منطقة أفيسوس احنا بنعرف أن أفيسوس فيها معابد كثيرة يمكن اسمعنا وشفنا عنها تستطيع أن ترى معبد أرطميس في الوادي عمود واحد اللي كان قديما يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع تعتبر تحفة فنية لكن هذه كانت كلها من الخارج واتعاملت معها المسيحية لكن البدعة الغنوسية كانت بدعة شرسة التي بالواقع لها أوجه كثيرة أنه مثلا تنكر لهوت المسيح أو أنه هذا اللهوت حل عند المعمودية وفارقه عند الصليب أو أيضا تنكر مجيء المسيح بالجسد لأنه الجسد مادة وكل مادة شر وجزء من هذه البدعة قالت طالما أنه الجسد شر فأنغمس في اللذات والإباحية والحياة هذا مادة وهذا جسد المهم هو الروح فطبعا الرسول يحنى حارب هذه البدعة بكل شراسة وقال من هو الكذاب يعني بيرجع الموضوع لإبليس للشيطان من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو ابن الله ينكر الآب والابن وبنفس الوقت ينكر أن المسيح جاء في الجسد هذا هو ضد المسيح فبعالج هذه المشكلة فالبدعة أحبائي بكل بساطة هي ضد المسيحية التي تنكر لهوت المسيح أن المسيح جاء في الجسد وأنه المسيح وأيضا تنكر وحي الكتاب يعني وحي الكتاب هو الوحي الكامل النهائي لا وحي ولا كتاب بعد هذا الكتاب فيريد أن يؤكد ضد هذه البدع أنه بالحقيقة تلميذ يسوع المسيح وأنه عاش بفلسطين مع يسوع المسيح شافه، لمسه، أكل معه، تحرك معه، تكلم معه فبيتكلم عن شخص حقيقي صار بين الناس وبيتكلم أيضا عن الكلمة الكلمة صار جسدا وحل بيننا هذا الكلمة أو الكلمة اللي هو العقل الإلهي صار شخص واتخذ جسد وكان موجود بين الناس لفترة زمنية حتى يقوم في مهمة الفداء بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات العوز أقوله أحبائي أنه كل هذه الحجارة سواء أفسوس تحت أو هذه أفسوس اندثرت وأصبح التاريخ بيتكلم عنها لكن رسالة المسيح ما زالت تمتد لكن المسيحية ما زالت تواجه نفس هذه الهجمات ونفس هذه البدع التي تنكر لهوت المسيح وتنكر صلب المسيح فيحن الرسول أكد بكل وضوح أن الشخص الذي ينكر هو الكذاب يعني صفة إبليس هذا الذي ينكر الوحي وينكر اللهوت أيضا رسائل يحنى أيضا تعتبر بركة مع أنها رسائل شخصية لكن كان يتكلم كشيخ قلبه فياض بالمحبة تجاه أولاده اللي كان يحبهم في هذه المنطقة حتى يشجعهم أنه يثبتوا في الإيمان ويواجهوا كل هذه الاضطهادات بوجه مرفوع وصدر مفتوح وأن الرب حاضر معهم حتى ينقذهم أيضا إن أرادوا فبالختام عاوز أقول هذه الرسائل تعتبر تحفي وتعتبر بركة أنا بشجعك أنك تقرأ هذه الرسائل إلى اللقاء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة